تعيش محافظة عدن هذه الأيام وأثناء تواجد قوات العدوان والغزاء الأجانب فوضى وصراعات مسلحة بين مختلف الفصائل فيما تتداول الأنباء عن ظهور تنظيم داعش عبر عملية تفخيخ قوارب ويواصل مسلحون سيطرتهم على المقاري الحكومية رافضين الخروج منها تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي منذ اليوم الأول لدخول قوات القزو مدينة عدن وحتى اللحظة تعيش المدينة حالة من الفوضى واحتدام الصراع بين الفصائل المسلحة واشتباكات متقطعة تدور بين الحين والآخر وعلى ما يبدو أن التناقضات المتواجدة في المدينة التي تتنازع السيطرة على أحيائها قد تندفع في أي لحظة لتفجير صراع شامل فيما بينها سيما وقد بدت مؤشرات ذلك واضحة للجميع فالفصائل المتطرفة المحسوبة على القاعدة وخواتها ومعها ميليشيات الإصلاح تحاول السيطرة على أكبر قدر ممكن من المدينة فيما فصائل محسوبة على الحراك الجنوبي تسيطر على عدة مناطق وعلى مرأة ومسمع من قوات القزو نشبت اشتباكات بين مختلف الفصائل فيما سادت الفوضى والمتمثلة في أعمال النهب واستهداف المواطنين على خلفية مناطقية حتى محاولة الاستيلاء على منازل رؤساء سابقين لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية إضافة إلى اقتحام ونهب عدد من الفنادق والمتاجر واطلاق النار عشوائيا ما أصاب المواطنين بحالة من الدعر وبينما تتداول الأنباء عن ظهور تنظيم داعش عبر عملية تفخيخ وتفجير قارب بجلد مور يواصل مسلحون سيطرتهم على المقار الحكومية رافضين الخروج منها حتى تتحقق مطالبهم نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن قيادي جنوبي قيام الحراك بإفشال محاولة للتنظيم لإقامة إمارة إسلامية في التواهي حيث قاموا بمحاصرة مجاميع دينية متطرفة لتنظيم القاعدة ممن شاركت في تحرير محافظة عدن حاولت رفع شعار التنظيم في أمان بعدن منها القصر الرئاسي في منطقة المعاشيق وقال القيادي مفضلا عدم الكشف عن اسمه للسياسة إن جماعات دينية وقبلية أخرى حاولت خلال الأيام الماضية تشكيل جماعات ضغط على السلطة المحلية وعلى المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي للمطالبة باستحقاقات الانتصار التي تحقق على الميليشيات منها مطالبتها بأن يكون الزعيم القبلي الموالي لها الشيخ طارق الفضلي محافظا لمحافظة أبيان مشيرا إلى أن العمليات التي نفذتها تلك المجامع الدينية كان لها هدف عقائدي بحت وهي مرتبطة بأشخاص محدودين في السلطة والمعارضة وبأحزاب معروفة وليس لها علاقة بالمقاومة الشعبية الجنوبية وشدد على أنه لا يمكن السماح لأي جماعة دينية بما في ذلك السلفيين وعناصر حزب الإصراح بامتلاك القرار السياسي في الجنوب وإلا فإن ذلك سيفتح باب المواجهة معها وفيما يتخطى نفوذ القاعدة عدا إلى بقية محافظات الجنوب ومنها أبيا وشبوة في محاولة منها لإحكام سيطرتها على الجنوب كاملا فقد نقل موقع الاشتراكي نتا التابع للحزب الاشتراكي عن مسؤول في المقاومة الشعبية في قاعدة العند أن مسلحين من تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة هاجم يوم الثلاثاء قاعدة العند العسكرية وحاول السيطرة عليها قبل أن يتم إفشال هذا المخطط وشهدت مديريتها كريتر والتواهي اليومين الماضيين مواجهات انتهت بسيطرة القاعدة على قصر 22 مايو في التواهي بينما سيطرة مسلح والحراك على قصر المعاشيق في كريتر قبل أن تتمكن وحدات عسكرية تابعة لقوات العدوان من السيطرة عليهما وفضل اشتباكات بين الحراك والقاعدة صحيفة الشرق الأوسط الممولة السعودية نقلت عن أحد القادة العسكريين المقربين من هادي القون إنه تم الاتفاق مع المتطرفين بالابتعاد عن المنشآت الرسمية مؤكدا أن المتطرفين يسعون لإعلان إمارتهم المزعومة في عدن وتأتي تصريحات اليافعي بمثابة اعتراف بوجود القاعدة وداعش في عدن حيث جاءت هذه التصريحات بعد اعتراف الصحيفة بأن القاعدة سيطرت على قصر 22 مايو بالتواهي فيما قصر المعاشيق تحت سيطرة مسلحي الحراك